أبوي عبد الرقوف قرمان كان أكتر متخصص للتجارة كان في شركة قرمان ديك وصلت للدخان بعدين كان في معمل التلج كان في مصانع قهوي اللي نقسهم فيها كان في الملح الملح كان يجينا معبة بكياس خم على اسم عبد الرقوف قرمان الأناديل للأزازات الضو بتذكر عليها عبد الرقوف قرمان مختوم عمي كان أكتر ملهي للنظرة البعيدة لتأسيس أعمالي جديدة للعالي صناعة لاتصالات اجتماعية سياسية في البلدية كان نائب رئيس البلدية هو اللي راح وقابل روتنبرغ لما دخل الكهرباء لإبطن وحفروا أبار أبار طبعاً ما كانش فيه مي للري لأنه بده يعمل مزرعة وكان فيه خيل وكان فيه بقر وفتحوا أعملوا محلة بكبيرة أعملوا يخور للبقر الحج طاهر قرمان كان يستورد بقر هولندي حلاوة حلاوة قرمان حلاوة قرمان كانت مشهورة بالفعل ألز حلاوي كانت تصنع في البلاد مصنع الدخان قرمان ديك وصلتي كان أكبر مصنع للسجاير في البلاد كله كان يطلع يعني يستر كل يوم مليون مليون سيجارة يومياً فلما صار الاحتلال احتلوه راح الدار نجبرنا أنه بعد ما احتلوها الدار نجبرنا أنه نبيعها والمحلات التجارية انتهبت نسرق كل اللي فيها التجارة والأغاق كل ما بيش إشي اللي نسرق نسرق واللي نهد نهد كان فيه أستاذ فرنسي حاضر محاضرة عن الآخر أنه كيف نتحمل الآخر عم بحكي لليهود هو أنه كيف تتحملوا الآخر والآخر حاضرته سمى لترونجي بالفرنساوي لترونجي الغريب وأنا قاعدة أسمع رحنجان أنا صرت الغريب وهني أهلي البلاد وبدن كيف يتعاملوا معي أنا الآخر الغريب